بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول الحق سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من هنا أودع الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم القيم والضوابط التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يصنع الخير وأن يحقق كل ما هو صالح بل إن الله عز وجل ربط بين الإيمان والعمل الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما هو العمل الصالح العمل الصالح هو كل عمل يعود بالنفع عليك وعلى غيرك هو كل عمل تتسع فيه دوائر الخير هو كل عمل يصنع مجتمعا راقيا ساميا تسوده قيم الألفة والرحمة والحب والإنسانية وحب الخير للغير هذا هو العمل الصالح وبناء على هذا التعريف المركز فالعمل الصالح لا ينحصر في جانب دون جانب كل من أحسن في تجارة أو مهنة أو حرفة أو صنعة أو عمل فهذا يعد من العمل الصالح لأنه يتعدى نفعه إلى الغير الذين هم الأفراد ويتجاوز خيره إلى الكل الذي هو المجتمع أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد منا أن تتسع فينا دوائر الخير أراد منا أن لا نختزل الخير في أنفسنا وفقت لا بل أن تتسع دائرة الخير من النفس إلى الأسرة إلى المجتمع إلى الوطن إلى الأمة كلها ولأجل ذلك كان الخطاب الإلهي من الله لسيدنا رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من رحمة الله عز وجل بنا أن الله سبحانه وتعالى حين تحدث عن الصالحات قال ومن يعمل من الصالحات ومن حرف من حروف المعاني هناك حروف مباني وهناك حروف معاني حروف المباني هي الحروف التي تتكون منها الكلمة وهي الحروف الأبجرية أو الحروف الهجائية أما حروف المعاني فهي بعض الحروف التي لها أكثر من معنى كحروف القر وغير ذلك حرف من هنا يفيد التبعيض ومن يعمل من الصالحات كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا وكأن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا يقول يكفي أن يقوم الإنسان منا ببعض الصالحات لأن طاقة الإنسان لن تسع كل الصالحات ولن تقوى على كل الصالحات فيأتي إنسان ويقوم ببعض الصالحات ثم يأتي آخر حسب طاقاته وقدراته وإمكاناته فيقوم ببعض الصالحات ثم يأتي ثالث حسب طاقاته وقدراته فيقوم ببعض الصالحات فيكمل الصلاح كله من خلال هذه الطاقات والقدرات والإمكانات وهذه رحمة من الله عز وجل الله لا يريد منك أن تقوم بكل الصالحات لأن طاقاتك لن تقوى على هذا بل ومن يعمل من الصالحات الذي ينظر في القرآن الكريم يجد ثوابا عظيما لصاحب العمل الصالح منها على سبيل المثال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فلا كفران لسعيه أي لا جحت لسعيه لا نكران لسعيه وإنا له كاتبون وهو التسجيل الإنسان منه هو الذي يسجل لنفسه فما بالك إذا كان الذي يسجل لك أعمالك هو الله عز وجل فلا شك أنه سيكون تسجيل بدقة عالية فعملك مسجل بقدرة الله سبحانه وتعالى من ثواب العمل الصالح أن صاحب العمل الصالح يجمع بين حظين عظيمين في الدنيا وفي الآخرة ابتدأنا اللقاء بقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة أين في الدنيا هذا حظ دنيوي ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا حظ آخر أخروي فيجمع صاحب العمل الصالح بين حظين عظيمين من المنى في الدنيا وفي الآخرة من ثواب العمل الصالح أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون وكلمة يمهدون مأخوذة من مهد الطفل الطفل لا يقوم بإعداد هذا المهاد لنفسه لا يقوم بتهيئة الفراش لنفسه بل يحتاج لغير الآباء والأمهات الذين يقومون بتهيئة الفراش والمهد لهذا الطفل وإن وجدوا نتوآت فإنهم يعملون على إزالتها حتى يجد هذا الطفل السكون والراحة والهدوء على هذا المهد المعنى هنا أنه إذا كان الطفل لا يستطيع أصلا أن يقوم بإعداد وتهيئة الفراش لنفسه بل يحتاج إلى غيره ليمهد له فراشه فكذلك الأمر صاحب العمل الصالح عمله الصالح يسبقه إلى الجنة ليمهد له فراشه فيها من ثواب صاحب الأعمال الصالحة أنه ينال أشرف رفقة في الجنة من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ومن والصالحين وحسن أولئك رفيقا فكن من أهل الأعمال الصالحة واصنع خيرا في هذه الدنيا تنال الثواب الوفير من الله نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم